ترجمة نانسي قنقر يوجد قانون طبعا نسبة المحيط الأول على الثاني يساوي نسبة الضلعين وإنما ما نحتاج نحن أيضا مستخدام نلاحظ هنا ستة والضلع اللي ناسبه هو ثلاثة يعني نصفه يعني هنا ثمانية هنا كم بيكون الجواب؟ أربعة دام هذا مثلث قائم ساوية حسب نظرية فيثاغورس أروح أربع الثمانية وأربع الستة وأجمعهم أربعة وستين زائد الجواب جدر مئة جدر مئة عبارة عن عشرة إذن هنا نصفه وأروح أجمع الأضلع أربعة وخمسة وثلاثة أي مما يأتي ليس من خواص المعين؟ طبعا أن المعين قطرة متعامدة وهذه الصفات موجودة وإنما قطرة متطابقة غير صحية مثال إذا كان قيال زاوية داخلية لمضلع منتظم ساو 144 كم عدد الأضلع؟ أخذ بهذا القانون يكون أسهل إلي 360 كتبنا هذا القانون 360 على 180 ناقص X X 144 أطرحهم يطلع 366 قسم 36 الجواب وقال الرابع إذا كان طولة ظلعين في مثلة سبعة وأربعة سانتي فما هو أكبر محيط ممكن لهذا المثلة؟ ألمن بأن أضلعه نقول أن X دائما الظلع الثالث يكون محصور ما بين طرح العددين وما بين مجموع العددين طرحهم ثلاثة ومجموعهم إحدى أكبر ظلع ممكن للمثلث وهو يكون الظلع X يساولين عشرة نروح نجمع عشرة وأربعة وسبعة الجواب أي الدوال الآتية الدالة العكسية لها موجودة معناه أن هل هذه الدالة موجودة عكسية؟ وهو عكسية يعني التربيع عكسية بكون زايد أو ناقص إذا أخذنا الجدار بصير زايد أو ناقص يعني لها قيمتين هذه قيمة مطلقة يعني كل أعدادها موجبة هذه صالب فارغة إذن الحل وهو Fx أو لنا X تكعيب لأن لو جبنا الجدر التكعيبي لX تكعيب يطلع لنا X إذن ليس لها ودالة هذا الشكل هذه الدالة الشكل معناها دالة الأعداد الصحيحة إذا تشوفوا قوسي هذا الرمز يعني معناها دالة مجموعة الأعداد سؤال السابع إذا كانت حاصل ضرب المصفوفتين X في Y ثلاثة في اثنين إذا نخلي هنا ثلاثة في اثنين وعدنا X ثلاثة في اثنين أو يجد رتبة المصفوفة Y كيف أنه يجدها؟ لازم أن أول شيء الأربعة تكون موجودة حتى نشطبها في عملة الضرب وكذلك لاثنين فما رتبة المصفوفة Y يطلع لنا رتبتها أربعة في ضرب اثنين علشان يصير مناسبة في عمليات الضرب إذن الجواب هذه المسألة X أس أربعة الجدر الرابع نروح نقول الأس الداخلي أربعة على الأس الخارجي أربعة الجواب يصل لنا X في الجواب نحط قيمة مطلقة لأن الأس زوجي إذا كان الأس فردي ما نحط قيمة مطلقة ولكن هذا الأس زوجي عندنا هذه المسألة التالية حل المعادلة التالية 3N زاد 2 أس ثول زاد 1 سأولنا 0 ننقل الواحد إلى الجهة الثانية إذا نقلنا الواحد إلى الجهة الثانية صار صالب واحد نتخلص من هذا الأس إما نجيب الجدر الطرف الأيسر أس ثلاثة والطرف الأيمن أيضا أس ثلاثة نروح الأس مع السلح ثلاثة بيبقى إلى ثلاثة 2 وهنا كعادلة من الدرجة الأولى أنقل اثنين إلى الجهة الثانية صالب اثنين صالب واحد مع صالب اثنين الجواب صالب ثلاثة قسمنا على ثلاثة وهنا على ثلاثة في المتسلسلات الآتية مجموعة يساوي واحد طبعا هنا نلاحظ نصف من واحد إلى ثلاثة لا مستحيل وهنا من واحد إلى ثلاثة أيضا متتابعة حسابية وهنا مجموعة من واحد إلى ما لا نهاية بس لكن الحد الأول واحد الحد الثاني واحد يعناهم بيطلع لنا عدد لا نهاية نلاحظ هنا ثنين أس ماينوس اين أس ناقص اين أروح أخلي كسر واحد على ثنين أس اين طيّر السال يعني قيمة العار نصف مادام صار العار قيمتها نصف يعني أقل من الواحد إذا أقل من واحد نسميها تقاربية إذا نقدر نوجد المجد العار طبعا وجدناها نصف والأ نعوض عن الإن بواحد يطلع علينا نصف نعوض بالقانون ونصف على واحد ناقص نصف اختصرنا طلعت نصف على نصف الناتج واحد إذا هذه المتسلسلة مجموعها واحد منVi إذا كانت sin Theta أصغر من 0 Q سين Theta أكبر من 0 فإنثل السيك تقع في أي رب نلاحظ أن sia y متى تكون y سالبه تكون سالبه إذا كان هنا تحت في هذا الرب وفي هذا الرب الآن أروح لx إن ستكون من sits الموجبة في هذا الرب هذا الرب نلاحظ أن المشترك في الربع الرابع إذن الزاوية تقع في الربع الرابع ما قيمة المحددة التالية لاحظ أن العمود الأول والعمود الثالث متشابهين أو أنا أسويها بالطريقة الاعتيادية أروح أضيف العمود الأول العمود الأول والعمود الثاني أضيفهم لاحظ لو ضربنا القطر الرئيسي لاحظ نفس الأداد في القطر الفرعي بتصير ناتج الضرب هو نفسه وما بينهم عملية طالح إذن الجواب يساوي صفر إذن المحددة التالية يساوي صفر إذا كان إن سي ثري وهو توافيق سوية وعشرين فما قيمة إن أفضل حل دي المسأل وهو التجريب أروح أجرب عشرة توافيق ثلاثة معنى أن العشرة تنازليا ثلاث مرات عشرة ضرب تسعة ضرب ثمانية على مضروب الثلاثة ثلاثة في اثنين في واحد أختصر ثلاثة فيها واحد هذا فيها ثلاثة هذا فيها واحد فيها أربعة يجعون ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة